هل يجب أن يكونوا محروقين هذه البطاطا والميناشفة؟ لا أبا سمير لا يجب أن يكونوا محروقين والميناشفة؟ لا أستمزح معي هذا الموزح هلأ هون أنا عندي بصلة مع زيت زيتون أقلبتها وإحنا تحت الهواء لكي نكسب الوقت تمام مع شوية زيت زيتون ورح أنزل عليها ببطاطا مقطع على قطع صغيرة الآن البطاطا هي اللي رح تعطينا القوام الكريمي من غير ما نضيف كريمة عشان لما تسترد و تضربها على الخلاط رح تعطيك لنا شويات تمام؟ موافقين موافقين فهينا إحنا هيك نقلبها شوي مع البصلة تمام هلأ إحنا ما تستغربوا أنه إحنا فيه 100 حب التوم به هاي الشربة وهي تقريباً خمس حبات كبار ليه عشان إحنا رح نشويها شوي بالفرن ولما تشوي الثوم بالفرن مع شوية زيت زيتون زي كأنه تكرمل فبقلب من طعم اللي كتير نكة الثوم القوية لإشي حلوم كرمل وزي الكريمة حتى بتصير فكيف إحنا من نشوي الثوم؟ بكل بساطة عندي ورق أصدير وورق أش اسمات ألمانيوم فورا زبدة بالزبط هون عندي الثوم بفتح الجهة اللي فورا وبزيد عليها ولا عليك أمرتاتين من الفرن آه شوف دك أحنا من هاي مش بحكي لك من عاشر القوم من عاشر القوم صار منهم تمام فهون نزيد رشة ملح وفلفل وبنزيد شوية زيت زيتون وبعدين منسكرها طبعاً خمس حبات بس أنا مجهزيتهم يعني منسكرها بهذه الطريقة ومنحطها بفرن محمى على درجة حرارة 170 لتقريباً ساعة بدها تقريباً ساعة هيك تطلع معي والله هاي الوصف يا جماعة هلأ شوفوا إذا يوم الأيام عم تعملوا مثلاً جاج مشوي عم تستخدموا الفرن عم تعملوا فيه مثلاً فخدة خروف كذا فرصة أنه تجربوا كمان شربة التومية مش لازم بس يتشغل طلع كيف صارت الله فهي هيك تكرملت وصارت كثير طريقة طلع ربعاً وبتكون نكتها مش كثير حادة أوكي؟ تمام وزيتت هون مرأة جاج رح أخليه يغلي تقريباً ساعة منتس لحد ما يستوي معاي البطاطا ومننتقل للمرحلة بعدها نريد أن نشارك معكم طريقة كيف نقدر نعمل وعاء الشوربة كيف هذه وعاء؟ جميل جميل من الخبزة كيف في المطاعم حسناً فبكل بساطة نريد أن نوع من الخبز هكي يكون دائري أو نقدر نستخدم هذا الخبز الصغير للبرجر حتى إذا ولا بد ما نفعل؟ سمير نفتح الجهة التي فيها نقسمها وبعدين نفرغ من داخل تمام؟ تمام نفرغ هذه القطعة نتأكد أن نوع الخبز يكون من بره يكون قاسي لكي يتحمل سوائل سخنة حسناً؟ نفرغها بهذا الشكل ثم نضيف زيت زيتون ونضعها في فرن على حرارة 170 حتى تتحمل معنا تقريباً ربع ساعة هل تسمون العراقية الخبز؟ لا أبداً هذا فرنش براد هذا خبز فرنسي يا أستاذ عبد الله هذا الزيت سوف أعطيها قرمشة ونشف صح 100% نضع هذا ما هي؟ نضعها في فرن على حرارة 180 تقريباً لمدة ربع ساعة حتى تتحمس وتصبح معي جميل 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 فهيك نشفناها ونفس الوقت تحمسناها فأطيب تتحمل سائل حار نعم حسناً هذا يجب أكيد دافئة في فصل الشتاء لكي تستمتع به هذه الفوائد اللذيذة والغنية شرب الثوم الكريمية ليس سهلة التحضير كما ترون موضوعها بسيطة ليس معقدة طبعاً نظراً للفوائد الصحية التي تحملها هذه الشربة هذه مثل الدعاية الثوم مضاد للبكتيريا هذه عكس الدعاية مضاد للبكتيريا والفيروسات سعادة صحة القلب تقوية الجهاز المناعي بدنا نخلطها لا بدك هذا شوية طبعاً